وفي التبريرات التي قدمها حول استقالته من الحكومة قال وزير المالية حسين الديماسي أنه ومع مرور الأيام تصعد التبين بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية فبينما كان متشبثا كل تشبث بسلبة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصعد فادح ومفاجأ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها ففي حين كان من الأجدار تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية وأحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وإنعاش الاقتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية تعددت الأنزلقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ودي مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة ويعتبر مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق بالعودة للعمل والتعويذ للأشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس لكونه سيفرز نفقات إذا في خائن خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويذات المنتظرة علما أن سن هذا القانون يتجهل تماما الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة القادمة هذا وقال وزير المالية حسين الدماسي أنه مستاء شديد الاستياء من الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي والتي سيكون لها تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وسورة بلادنا داخليا وخارجيا وفي هذا الظرف الصعب والدقيق ولا تزال للأسف هذه الممارسات المخلة بأبسط سنن التشاور والتنسيق متواصلة حيث تم اقتراح محافظ جديد للبنك المركزي دون أخذ رأي أهم المعنيين بالأمر وبالخصوص وزير المالية ولهذه الأسباب مجتمع قرر وزير المالية حسين الدماسي الانسحاب من الحكومة وتقديم استقالته